سيدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 132 المفعول فيه أقرأ النص أهوى الطيران أحلم أن أكون طيارا لأنه يقضي مدة طويلة داخل قمرة القيادة وراء المقود لا يمل ولا يكل فقد يبدأ الرحلة صباحا وينهيها مساء يكون دائما يقضا يراقب الإشارات خلف لوحة القيادة يمينا وشمالا حفاظا على أمن الركاب فبعد قراءتنا لهذا النص سننتقل إلى ألاحظ وأكتشف الجمال فعلها زمن وقوع الفعل مكان وقوع الفعل إذن يعمل الطيار داخل القمرة إذن فعلها يعمل زمن وقوع الفعل إذن زمن وقوع الفعل فما عندناش عندنا مكان وقوع الفعل فين كي يخدم الطيار داخل القمرة إذن هنا وظيفة هذه الكلمة فقدل على مكان وقوع الفعل مكان وقوع الفعل يبدأ الطيار الرحلة صباحا إذن الفعل هنا يبدأ يبدأ الطيار الرحلة صباحا متى يبدأ الطيار الرحلة صباحا إذن صباحا قد يتجي في زمان وقوع الفعل فصباحا وظيفة هذه الكلمة تدل على زمان وقوع الفعل متى يبدأ الطيار الرحلة كي يبدأ الطيار الرحلة في الصباح أي صباحا يراقب الطيار الإشارات خلف لوحة القيادة إذن الفعل يراقب يراقب الطيار الإشارات خلف لوحة القيادة فيراقب الفعل أما وظيفة الكلمة هنا هي خلفة وظيفتها كالدل على مكان وقوع الفعل إذن خلف خلف مكان وقوع الفعل تنتهي الرحلة مساء إذن الفعل تنتهي تنتهي الرحلة مساء متى تنتهي الرحلة مساء مساء فكتدل على زمان وقوع الفعل تنتهي الرحلة مساء إذن فلاحظوا الكلمات صباحا داخل خلف مساء إذن فصباحا ومساء يدلان على زمان وقوع الفعل أما داخل وخلف فكيدل على مكان وقوع الفعل فابتلي صباحا ومساء فهما ضرف زمان ضرف زمان أما داخل وخلف فضرف مكان وهذه الكلمات كلها قلنا كدل إما على زمان وقوع الفعل أو لمكان وقوع الفعل وجاءت رحضوا حركاته الإعربية مفتوحة صباحا داخل خلف مساء وهي أسماء إذن الإسم المنصوب الذي يدل إما على زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل فكيدل مفعول فيه مفعول فيه انطلاقا من الجدول والملاحظات المتجلة أملأ كل فراغ بالمفردات المناسبة منصوب ضرف مكان ضرف زمان مفعولا فيه المفردات في العمود الأزرقي تشير إلى الزمن الذي وقع فيه الفعل فهي إذن فهي ضرف ضرف زمان المفردات في العمود الأخضر تشير إلى المكان الذي وقع فيه الفعل فهي ضرف ضرف مكان الأسماء التي تدل على زمن أو مكان وقوع الفعل تعرب تعرب قلنا ذا الأسماء التي تدل على زمن أو مكان وقوع الفعل تعرب مفعولا مفعولا فيه المفعول فيه اسم منصوب إذن المفعول فيه اسم منصوب قلنا يأتي إما ضرف زمان أو لا ضرف مكان إذن هو اسم منصوب كما ذكرنا استنتجوا المفعول فيه ويسمى ضرفا اسم يذكر لبيان زمان أو لبيان زمان وقوع الفعل أو مكانه إذن لبيان زمان أو مكان وقوع الفعل يشترط في المفعول فيه أن يقبل تقدير فيه فمثلا يعمل الطيار في داخل أو في القمرة يبدأ الطيار الرحلة صباحا يراقب الطيار الإشارة في لوحة القيادة لأن يشترط في المفعول في أن يقبل تقدير فيه وطبقوا أعير المفعول فيه بوضع سطر تحته ضرف الزمان وسطرين تحته ضرف المكان إذن قد نوضع سطر واحد إذا كان ضرف زمان وسطرين إذا كان ضرف مكان يغادر السائق المدينة صباحا ويعود إليها مساء إذن صباحا مساء فهنا ضرف زمان إذن ضرف زمان سطر واحد فقط اكتشف العلماء آثارا تحت الأرض أكتشف العلماء الآثارا تحت الأرض إذن ضرف مكان تحت وقف المخترعون وقف المخترعون الصغار أمام لجنة التحكيم وقف المخترعون أين وقفوا أمام لجنة التحكيم إذن أمام هنا ضرف مكان قدامهم إذن قدام لجنة التحكيم ضرف مكان فبالتالي قد نوضع سطرين ثم أصحح ما أنجزته رفقة صديقي أو صديقتي تحت إشرافي أستاذتي أو أستاذي كما سبق وأن ذكرنا فالنفعول فيه اسم منصوب يدل إما على زمان وقوع الفعل أو مكانه ويأتي كما قلنا إما ضرف زمان أو لا ضرف مكان يأتي إما ضرف زمان أو لا ضرف مكان فمثلا هنا يغادر السائق المدينة صباحا ويعود إليها مساء فصباحا ومساء ضرف زمان صباح ولشية اكتشف العلماء آثارا تحت الأرض فتحت يعني المكان للقوفي العلماء الآثار إذن المكان هنا فهو مفعول فيه ضرف مكان وقف المختارعون الصغار أمام لجنة التحكيم دائما ضرف مكان وبالتالي فهو يعرب منفعول فيه منصوب وبهذا ننهتى من الصفحة مئة واثنين وثلاثون نلتقي في الصفحة مئة وثلاثة وثلاثون كما أذكركم بأنه بإمكانكم مشاهدة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البليليست شكرا للمشاهدة